يلا طلابنا نكمل مع بعض الدرس يلا كيد جبتوا كاسة شاي الحاسس جبتوا شاي جبتوا نس كافية حاسس فيكم دور السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي طيب أذكر ثلاثة أمور توضح أهمية ودور السنة النبوية في التشريع الإسلامي السنة النبوية أخواني الكرام بسرش تنحط على الرف هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفاته طيب لأن علاقة السنة مع القرآن الكريم كيف علاقتها مع القرآن الكريم إذا القرآن الكريم من المصدر الأول والسنة المصدر الثاني طيب شو علاقة السنة مع القرآن الكريم تعالوا نشوف أول شيء تأكيد ما جاء في القرآن الكريم السنة النبوية تؤكد أحيانا فيه يعني بيجي الحكم بالقرآن الكريم وبيجي الحكم نفسه بالسنة النبوية يعني الحكم الشرعي يكون له دليلين الأول من القرآن والثاني من السنة بالسنة ليش تمنها أكدت؟ طبعا ما الحكم موجود بالقرآن يعني التأكيد على هذا الحكم الشرعي أنه مهم جدا تمام؟ تفسير ما جاء في القرآن الكريم وبيانه حيانا القرآن الكريم يعطينا حكم بس مش مشروح زي قضية الصلاة زي قضية الحج مين يجي بيجي بوضحه وببينه السنة النبوية إضافة أحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم حكم جديد? السنة النبوية تعطين حكم جديدة؟ ما إجابت في القرآن الكريم؟ تعالوا نأخذ وحده وحده تأكيد ما جاء في القرآن الكريم افهم علي وخلينا أبسطها لك الحكم الشرعي أحيانا بيكون إله دليل من القرآن ومن السنة النبوية يعني إله دليلين؟ لماذا طيب؟ من باب التأكيد عليه زي إيش؟ تعالوا شوفوا جاءت السنة النبوية الشريفة لتأكيد كثير من الأحكام التي أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم السنة النبوية اجت للحكم الموجود بالقران الكريم واكدت عليه بحديث طيب من الامثل على ذلك بتهمني جدا تمام انغير لكم اللون من عيوني تعالوا نشوف هنا هاي الاخضر بس شو رحكم الاخضر اثنين كويسة انا بعض اثنين وننص خلي الخط يكون عريض شوي اول اشي من امثلة التأكيد على ما جاء في القران الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه مال امرئ لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه ما بيصير اجي اخذ منك مالك من باب الاحراج هذا لا يجوز ففي ذلك التأكيد لما جاء في الاية الكريمة على تحريم شوف الحكم الشرعي تحريم اخذ شيء من اموال الناس بغير حق يا اخوان هذا حكم شرعي موجود وين في الحديث النبو الشريف تمام تحريم اخذ شيء من اموال الناس بغير حق انه لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه هذا الحديث يؤكد الحكم الموجود في الاية يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل تمام اذا اذا بين الاية وبين الحديث تمام في تأكيد لنفس الحكم الشرعي طب شو هو الحكم الشرعي اللي هو تحريم اخذ اموال الناس بغير حق تحريم اخذ اموال الناس بغير حق طيب هاي النقطة الاولى اذا الحديث يؤكد المعنى الموجود بالاية والحكم الشرعي نفسه الموجود بالاية والحديث اللي هو تحريم اخذ شيء من اموال الناس بغير حق تمام حبايبي تمام نرجع وكونوا عباد الله اخوانا مؤكدوا لما جاء في الاية الكريمة دالة على صفة الاخوة بين المؤمنين انما المؤمنون اخوة اذا العلاقة ما بين الحديث والاية يا جماعة الخير انه شماله تأكيد ما جاء في بينهما تمام تأكيد ما جاء في القرآن الكريم شو الحكم الموجود بناتهم لصفة الاخوة بين المؤمنين صفة الاخوة بين المؤمنين تمام ابن يجلى تفسير ما جاء في القرآن الكريم وبيانه طيب بقول لي وضع القرآن الكريم قواعد عامة للتشريع والأحكام الإجمالية من الوضع الأحكام العامة في التشريع والأحكام الإجمالية القرآن الكريم تمام في حين عنيت يعني اهتمت السنة النبوية بشرح هذه القواعد وبيانها بشكل تفصيلي الآن بشكل إجمالي الآن بشكل إجمالي إجا في القرآن الكريم القرآن الكريم أعطانا أحكام بشكل إيش مجمل بس السنة النبوية تمام أعطتنا إياها من ناحية إيش تفصيلية السنة أعطتنا إياها إيش تفصيلي القرآن مجملي إجمالي تمام إجمالية يعني يعني الله عز وجل قال مثلا في عصبية المثال ولله على الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيلا بشكل عام هذا يصبح اسمه إجمالي التفصيلي أنها السنة النبوية وإجت شرحة وبيانت أعمال الحج شو أركانها شو شروطها شو سننها شو مبطلات الحج كده هذا ما ورد بالقرآن الكريم إفسوا أبنى على سبيل المثال الصلاة نفس الإشي تمام نحن نتكلم هنا عن الصلاة وإنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم تمام هاي الآية جماعة الخير اللي هي تفسير ما جاء في القرآن الكريم وبيانه تفسير ما جاء في القرآن وبيانه تمام بتهمني الآية أصلا هاي الآية جبوها للطلاب في امتحان الوزارة طبعا هذا الدرس شبيهه كان موجود طلاب 2005 وخمسة تعالوا نشوف يا جماعة الخير من أمثلة ما بيانته السنة النبوية الشريفة أعطاء ما رتب لك إيها بجدول ومرتب ومتكتك رح نتكلم عن العقيدة رح نتكلم عن العبادات عن المعاملات عن المطعومات العقيدة العقيدة شوفوا الآن شوفوا نحن نتكلم عن إيش عن بيان وتفسير ما جاء في القرآن الكريم شوفوا العقيدة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذن بظلم تمام الآن هذا حكم إجابة القرآن الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم شو إجاة السنة النبوية في التفسير والبيان جاء الحديث الشريف لبيان المراده بالظلم شو المقصود بالظلم تمام في الآية وهو الشرك شو المقصود بالظلم هون الشرك لو جبوا لي إياها في مدحة الوزارة بقولهم المقصود في الظلم هنا إيش الشرك ما خليش الوزارة يتعلم علي مظبوط إيرانيم مظبوط علامتي كاملة كاملة تعالوا شوف تعالوا تعالوا والله أنا مكيف معكم ترى فقد فهمت صحابة الكرام رضي الله عنهم أن المقصود صحابة كيف فهموها بالظلم الآية هو جميع سور الظلم وهذا يعني فهم غير دقيق غير صحيح فقالوا يا رسول الله قلنا نظلم نفسنا مين فينا ما ظلم مين ما غلط بحق حاله كذا إلى آخره فقال عليه الصلاة والسلام ليس كما تظنون إنما هو إيش الشرك إذن شو المقصود بالظلم الشرك كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم تمام هذه إجرى الآية على لسان مين على لسان لقمان على لسان لقمان استوعبنا في العقيدة إذن هنا الآيات هاي يا جماعة الخير الآية هاي جاءت تنهانا عن الظلم أنه ما نلبس إيماننا بظلم أنه المؤمن ما بظلم فقالوا يا رسول الله مين فينا لا يظلم يعني لا 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 مش المقصود اللي براسكم لأنواع الظلم لا المقصود للظلم هو الشرك فبتكونوا طلاب الكرام فهمين بأن هذا المثال من الآية القرآنية وضحت السنة النبوية في مجال العقيدة تمام؟ بيان تفسير وبيان لما جاء في القرآن الكرام يسعد هدوسية البيان اللي هنا جاء الإسم عليها طيب العبادات وأقيم الصلاة حاضر يا رب بدنا ننقيم الصلاة كيف ننقيم الصلاة؟ كيف أصلي؟ كيف أصلي؟ دحلي ما إجى في القرآن الكرام كيف أصلي وإذا خربطت طيب إذا دخلت على المسجد لقيتهم بصله ولقيتهم بالركعة الثانية ولا الثالثة شو أساوي طيب أنا؟ شو أعمل دكتور؟ وأنا إجت النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لنا فيما يتعلق بالعبادات جاء الأمر بالصلاة في الآية الكريمة دون بيان لكيفيتها دون بيان تفصيلها إجت السنة النبوية وفصلت الصلاة من حيث عدد ركعاتها أوقاتها سننها شروطها إلى آخره ودعت المسلمين إلى الاختداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصلاة فيه كما كان يصلي أمامهم فقال صلوا كما رأيتموني وصلي يعني الآية القرآنية أمرتنا بالصلاة لكن دون بيان لأوقاته وشروطه وكيفيتها ولا أي شي واللي إجا وبيّن لي كل هذا فصل الشروطه والكيفية والهيئات وكذا ومبطلات الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي إذن صلوا كما رأيتموني أصلي شو علاقة دي سنة النبوية بالقرآن الكريم اللي هي بيان وتفسير ما جاء في القرآن الكريم متعلقة بإيش بالعبادات تمام تعالوا نشوف المعاملات من بعد وصية توصون بها أو دين إحنا نتكلم عن الوصية تمام عن وصية ما حددنا القرآن الكريم مقدار الوصية من بعد وصية توصون بها بصير واحد يوصي كل أمواله صدقة في سبيل الله ويخل ولاده فقراء في البيت لا يجوز تعالوا نشوف مقدار وصية الآية هنا ما حكتنا لا يجوز قال من بعد وصية تمام جاء لفظ وصية في الآية القرآنية غير مقيد بمقدار صح كلمة وصية غير مقيد بمقدار المعين فبيّنت السنة النبوية مقدار الوصية وحددتها بأن لا تزيد عن الثلث فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم شارحا كلمة الوصية مبينا ومفسرا قال الثلث والثلث كثير تمام إذن هاي في المعاملة حرمت عليكم الميتة والدم هنا الآية ما استثنت كل الميتة حرام وكل الدم حرام طب دكتور من هذا الكلام احنا مؤمني فيه اه بس فيه شغلات طور روحك علي فيه شغلات احنا منوكلها ميتة عن جد لا وفيه دم كم لا استخليك معاي خلينا كمل الدرس على رواكتي اه اركز معاي هلأ الآية هنا فيما يتعلق بالمطعومات تمام حرمت كل أنواع الميتة وكل أنواع الدم جاء النص في الآية الكريمة عاما بتحريم كل ميتة وكل دم بس السنة النبوية اجعت واستثنت استثنت السنة النبوية نوعين من أنواع الميتة والدم تمام من التحريم فقال احلت لنا ميتتان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودمان فأما الميتتان فالحوته والجراد المقصود بالحوت له السمك والحيوانات الحوت من الحياة البحرية كلمة حوت تمام مش الحوت الكبير هذا جائز أكله عادي إذا كتأخذه تحشيه مثلا بندورة وثومي وباقدونيس أو كزبرة وكذا إلى آخره حوت كبير وتحطه مثلا نش عارف وين مد شو الفرن إذا كتحطه حرة كيفك صحة وهنا وعافية عليك تمام كل ما في البحر من حيوانات بحرية يطلق عليها اسم الحوت تمام انتوا خذوني بسكنتين الحوت تمام اللي هي مقصودة فيها السمك تمام والجراد تمام اللي احنا بنعرفه الجراد هذا بيجي عشرات على النباتات ما بوكل إلا النبات الصح وسبحان الله العظيم وأكله نظيف وما بروح على مزابل ولا أي شي هذا الجراد تمام في ناس بتوكلوا كيفين عليه كيفين عليه وببيعوه ادخل ادخل على الجوجل اكتب الجراد أكل الجراد تفرج على الناس كيفين بتوكلوه وتفرج على الحالاوة حالاوة دي بلدي ونقاوة نقاوة تمام وأما الدمان فالكبد والطحاد يعني زي المعلاج تمام هو مكون من الدم أصلا أيوة دكتور إذن هنا بنعيد قضية المطعمات الآية القرآنية حرمت كل أنواع الميتة والدم تمام وإجا الحكم فيها عام وإجت السنة النبوية واستثنت حكمين تمام طبعا نوعين من أنواع الميتة والدم اللي هو هنا الحوت والجراد ميتة والدمان الكبد والطحاد تمام الجدول هذا رح يجي منه سؤال في امتحان الوزارة وركز معاي ركز معاي تمام رح جاي منه سؤال في امتحان الوزارة هذا الجدول الدكتور المتحان هو أنا بحكي لك وبعرف ما بحكي لك فضل كمنا احفظها صفحة 18 فيها سؤال وزارة محترم من دوسية الدكتور رب العسال إضافة أحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم ورد في السنة أحكام كثيرة لم يرد ذكرها في القرآن الكريم وأمر الناس بالعمل بها ليش لنا وحي من عند الله السنة حكينا ما لها أوحي من عند الله بقدر شطنشه تمام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه تمام الكتاب المقصود فيها القرآن ومثله وهي السنة تمام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحق تمام نفس المعنى الموجود في الحديث ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه شو مقصود بمثله السنة النبوية والله بنفق عينك ده ما بتجاوبها صح فاهمين تعالي نشوف الأمثل على ذلك بسم الله تحريم شو الحكم الشرعي حرام الجمع جمع الرجل في الزواج بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في الوقت نفسه يعني الثنتين يكونوا تحذمتوا يعني واحد نتزوج تمام من شهيرة واحد يسمعه شهيرة قالها يا شهيرة يا شهرهر خالتك أو عمتك بهيرة لليوم ما تزوجت حابب أني أتزوجها وتكون الانت من الثنتين يسمون إلي بصير يجمع شهيرة وبهيرة في تحذمتوا لا يجوز لا يجوز أبدا لو طلق شهيرة يحور بتجوز بهيرة تمام 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 أه أما يجمعهم تحذمتوا لا يجوز لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها تمام هذا شو حكم حرام طيب عندي كمان تحريم أكل كل ديناب من السباع حرام شي يعني يعني الكلب والبسة والأسد والنمر والفهد والحيوانات المفترسة اللي طبعها الافتراس شو حكم أكلها حرام هذا الحكم ما إجاش في القرآن تحريم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها والمرأة واختها ما إجا في القرآن إجا بس بالسنة تمام تحريم أكل الحيوانات المفترسة السباع تمام الحيوانات هاي المفترسة لا يجوز أكلها إجا الحكم بالسنة ما إجا في القرآن كريم أكل كل ديناب من السباع شو حكمه حرام رواه مالك وين في الموطأ شو اسم كتاب الإمام مالك الموطأ مطلوبة من الدكتور مطلوبة طب ما هي موجود بحكي خلاص احفظ كل اشي وركز معي الإمام مالك اسم كتابه الموطأ استوعبتني عنا من الأحكام كمان اللي اجت بالسنة وما اجت في القرآن الكريم تحريم أكل لحم الحمر الأهلية حرام الحمر الأهلية الحمير اللي بتعيش بين الناس بين الرعيان اللي لونه رمادي وأسود وأبيض آه بحرام لا يجوز أكله تمام تحريم الذهب على الرجال لا يجوز وجوب واجب صدقة الفطر واجبه تمام إذن من الأحكام الشرعية التي وردت في السنة ولم ترد في القرآن الكريم وحكمها الوجوب صدقة الفطر طب وحكمها الجواز جائز المسه على الخفين لما أنت تكون تتوضى وتلبس الحذاء اللي مغطي مكان رجعك البوت الله أعزنا وأعزكم تمام مغطي مكان وضوءك صح يعني مرتفع شوي مغطي كعب الرجليين تمام التي مبينا دورة سنة نبوية في التشريع الإسلامي من حيث تأكيد يعني بدوا يعطينا أحكام أطبق ليها على هذه الأولى اللي احنا خدناها نقبل شوي إما تأكيد وإما مبينة ومفسرة وإما أنها أعطتني إضافة جديدة القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما تمام ومن يقتل مؤمنا متعمدا تمام فجزاؤه جهنم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام هذا تأكيد لأن الآية حكيت له أنه حرام أني أقتل مؤمنا متعمد والدليل أنه جزاؤه جهنم خالدا فيها وهو نقل لي بأنه حرام إن دماءكم وأموالكم عليكم يعني لا يجزعكم تعتدوا على بعثكم فيها هذه معناها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلة لتأخذوا عني مناسككم هو أن الله عز وجل أمرنا بالحج بس ما بين لي كيفيته هو أن نبي سسنقر خذوا عني مناسككم مناسك الحج التفسير والبيان لم يرد نص في القرآن الكلمة على تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال تمام النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحن لإناثهم إذن حكم شرعي ما إجهاش في القرآن إجه في السنة اسمه الإضافة تمام حتى الأنشطة العاملين لكيها في الكتاب مش مقصر معاك أبو العسل عشان تأخذ المادة وتنسى اللي حصل تعال واجبنا تجاه السنة النبوية الشريفة شو واجب أول إشي أني أتمسك بها وألتزم بها واجب شو حكم الشرعي إلها يا أناس أناس شو حكمها الشرعي واجب تمام هذا الواجب ومن أعظم الواجبات تجاه السنة النبوية صلى الله عليه وسلم أنه هو له التمسك بالسنة والالتزام بها واجب من واجبات أعظم واجب إلي تجاه السنة النبوية إيش هو يا أناس أني أتمسك بالسنة النبوية وألتزم بها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تمام؟ هاي الآية تشير إلى التمسك بالسنة النبوية وجوب التمسك بالسنة النبوية والالتزام بأحكامها والمقصود بالرد فردوه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته والرجوع إلى سنته بعد وفاته يوسف بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تمام؟ اللي هو الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته عشان أعرف الحكم الشرعي ما إذا كان ميت فيه إلى سنته هذا بشكل واضح طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ميت فما مقدر أروح له على قبره أسأله هذا لا يجوز تمام؟ فمنرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم برضو الآية القرآنية هاي التمسك بالسنة والالتزام بها تعلم السنة وتعليمها نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فهمها فبلغها ونروح على تعلمها وتعليمها سمع مقالتي اتعلم فبلغها علمها فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه إذن هون تعلمه وتعليمها شو حكمه؟ يوسف واجب بذل الجهود لحفظها من الضياع تمام؟ يعني إذا حابب أني أذكر اسمه خلان للشرح يبعث لي يا جماعة الخير تمام؟ بذل الجهود لحفظها من الضياع برضو الحكم الشرعي واجب بذل العلماء المسلمون في مختلف العصور جهودا كبيرة في جمع السنة النبوية الشريفة وتدوينها وبيان صحيحها من ضعيفة حكيناها في أول الدرس تمام؟ جمعوا ودرسوا وصنفوا مظبوطوا ودوّنوا أعطينا أمثل دي تحر على علماء المسلمين يهتموا بالحديث حاضر المحديثان الكبيران البخاري ومسلم في الصحيحين يعني اسم كتاب البخاري الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم تمام لإمام مالك شو اسم كتابه الموطط اهتم برضو بجمع الأحاديث الصحيحة لإمام أحمد بن حمل المسند المسند بهمني أعرف أسماء الكتب تمام ما قدمه العلماء في شرح السنة النبوية عندك سيد العزيز قديما شو قدمه شوفوا علماء قديما شو قدمه يعني أيام زمان عشان يحفظوا السنة النبوية عندك الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري تمام اهتم بشرح السنة النبوية شرحها مين هو؟ ابن حجر العسقلاني الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري احتمال كبير تجيكم في امتحان الوزارة مين مؤلف الكتاب تمام الإمام النووي المنهاج شرح صحيح مسلم رجاء 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 ركز كويس من شان الله على أسماء الكتب ومؤلفيها وهذه الأخوان قدامة طب الجهود الحديثة لحفظ السنة النبوية شو عندنا يا جماعة الخير؟ جهود حديثة لحفظ السنة النبوية هسا ودي كاست الشاي خلصت منه وكاست النس كافي وديها على المطبخ وارجعلي عشان أعطيك الجهود الحديثة وهنكمل الدرس ونختمه ونقول يا الله وعلمتنا كاملة يلا بستنى موسيقى